هذه قناة مكتبة التعليمية مرحبا بكم في الصفحة 7 و 8 كيف أميز بين الأجسام العازلة والموصلة للتيار الكهربائي لكن قبل أن نمر إلى أتساءل سنقوم بتذكير لآم ما رأيناه في الحصة الماضية فقلنا الدارة الكهربائية البسيطة تتشكل من عمود كهربائي وكذلك من أسلاك التوصيل ومن مصباح ومن قاطع للتيار الكهربائي فهذه عناصر الدارة الكهربائية البسيطة نلاحظ الصورة الصوف موصل للكهرباء إذن فهل الصوف موصل للكهرباء مثلها مثل أسلاك التوصيل أسلاك التوصيل النحاسية كلا لنتحقق إذن باش نعرفوا بأن الصوف موصل لتيار الكهربائي أو العازل للتيار الكهربائي فغدي نديروا تجربة ديال الصوف في الدارة الكهربائية فإلى دوزة ندو فنقولوا موصل مش عاش للمصباح فغدي نقولوا بأن الصوف عازل للتيار الكهربائي فلاحظوا باش نتأكدوا أن الصوف موصل للكهرباء أو عازل فغدي نوضع الصوف على القعيرة النحاسية والطرف الآخر ديال المصباح والجزء الآخر ديال المصباح اللي هو العقب غدي نوضعه في القطب الموجب ثم الصوف ندوها للقطب الساليب فغدي نلاحظوا بأن المصباحه لا يشتاعد إذن فالصوف عازل للتيار الكهربائي كذلك إلا بغينا نتأكدوا من الزجاج الأليمنيوم الخشاب النحاس فغدي ندرو نفس التجربة غدي ناخدوا مثلا قطعة ديال الزجاج قطعة ديال البلاستيك وندرو نفس التجربة فإلى شعر المصباح فهذا الجسم فهو موصل مشعش فهو عازل للتيار الكهربائي إذن سنتساءل ونكتب كيف سنتحقق من الأجسام الموصلة والأجسام العازلة للتيار الكهربائي إذن كيف سنتحقق من الأجسام الموصلة والأجسام الموصلة والأجسام العازلة للتيار الكهربائي إذن كيف سنتحقق من الأجسام الموصلة والأجسام العازلة للتيار الكهربائي أقترح جوابا قلنا سنركب كل جسم في الدارة الكهربائية البسيطة سنركب كل جسم كل جسم فضارة كهربائية بسيطة سنركب سنركب كل جسم في دارة كهربائية بسيطة لنتأكد من أنه موصل أو عازل للتيار الكهربائي إذن تسألنا وقلنا كيف سنتحقق من الأجسام الموصلة والأجسام العازلة للتيار الكهربائي واقترحنا جواب سنركب كل جسم في دارة كهربائية بسيطة أولا أنجز المناولات التالية وألون بالأصفر المصباح الذي يضي سننجز المناولات ثم سنلون بالأصفر المصباح الذي يضي إذن أولا سنأخذ القطعة للخشب ونأخذ كذلك كمصباح ونقوم بهذه الجربة لاحظوا نوضع القطعة للخشب في القطب السالب والعاقيب على القطب الموجب والقطعة للخشب سنضيها القعيرة النحاسية فكلاحظوا بأن المصباح لا يوضي فبالتالي الخشب فهو عازل للتيار الكهربائي الخشب عازل نأخذ البلاستيك البلاستيك نأخذ القطعة للبلسيك لاحظوا بلاستيك ثم بنفس الطريقة كنلاحظوا بأن المصباح لا يوضي فبالتالي البلاستيك فهو عازل للتيار الكهربائي كذلك فنأخذ الحديد إما مصمار أو لنأخذ هذا المشبك هذا فهو كذلك مصنوع من الحديد نوضع المشبك في القطب السالب أو لف الموجب ثم سنوضع العقب على القطب الموجب فلاحظوا كنلاحظوا بأن المصباح يوضي إذن فالحديد فهو موصل لماذا موصل للتيار الكهربائي فالحديد موصل للتيار الكهربائي ثم النحاس النحاس سنأخذ الأسلاك النحاسية فهذا السلك هذا فهو من النحاس لاحظوا النحاس فهو من النحاس إذن سنأخذ المصباح بالطريقة هذه سنوضعه بالطريقة فكنلاحظوا بأن المصباح يوضي إذن فالنحاس فهو موصل للتيار الكهربائي فالنحاس موصل المصباح يوضي في هذه الحالة وفي هذه الحالة أما من لدرنا الخشاب والبلاستيك فالمصباح لا يوضي أجيب بنعم أو لا نعم أو لا في المكان المناسب البلاستيك الحديد الخشب النحاس موصل للكهرباء عازل للكهرباء فالبلاستيك فهو عازل للكهرباء نعم موصل للكهرباء لا الحديد فهو موصل للكهرباء نعم عازل للكهرباء عازل للكهرباء لا فهو موصل الخشب فهو موصل للكهرباء لا عازل الكرباء نعم النحاس موصل الكرباء نعم عازل الكرباء فلا فهو موصل استخلص إذن من خلال النشاط السابق توصلنا إلى أن هناك أجسام موصل للكرباء وأخرى عازل للكرباء فالموصلة للتيار الكرباء أو للكرباء كالحديد والنحاس إذن هناك ونكتب هناك أجسام موصلة للكهرباء كالحديد كالحديد النحاس ثلاث نقط للحد الألومينيوم كذلك فهو موصل وأجسام عازلة للتيار الكهربائي وإجسام منعازلة للتيار الكهربائي كالخشب 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 فصلة البلاس سيك البلاس سيك وإجسام 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 من الأجسام العازلة سنعيد قلنا هناك أجسام موصلة للكرباء كالحديد والنحاس وأجسام عازلة للتيار الكهربائي كالخشب البلاستيك والورق ثلاث نقط للحد أولا أجيب بنعم في الحالة التي يضيء فيها المصباح وبلا في الحالة التي لا يضيء فيها لاحظوا في الحالة اللولى عندنا المصباح أن الصوف والألومينيوم فقلنا الألومينيوم هو جسم موصل للتيار الكهربائي أما الصوف هو جسم عازل للتيار الكهربائي فقد نأخذ المصباح قد نربطه بالصوف ثم في هذا الطرف هذا قد نجيبه للقطب السالب والقطب الموجب يعني بلاست الألومينيوم قد نديره سلك نحاسي لأن الألومينيوم موصل وكذلك السلك النحاسي فهو موصل إذن لو وضعنا هذا الطرف هذا بالطريقة هذه كنلاحظوا بأن المصباح لا يضيء لماذا لأن الصوف كما قلنا فهو عازل للتيار الكهربائي إذن في الحالة الأولى المصباح لا يضيء ونكتبوا لا في الحالة الثانية عندنا حديد ألومينيوم الحديد مع الألومينيوم في الحديد موصل والألومينيوم موصل كذلك إذن فالمصباح سيضيء نعم المصباح سيضيء واللون المصباح بالأصفل تواهج المصباح ثم في الحالة الثالثة عود ثقاب كاللحظة العود ثقاب فهو كي تكون من الخشب نحاس حديد إذن هناك عازل وهو عود ثقاب فابتري المصباح لا يضيء إذن لا نحاس وحديد النحاس هو موصل والحديد موصل فبالتالي فالمصباح سيضيء إذن نعم فالمصباح يضيء من لك يكون السلكين موصلان للتيار الكهربائي أما إذا كان واحد فيهم عازل فالمصباح لا يضيء واللون هذا المصباح باللون الأصفل نمر إلى المعجم موصلان كونجكتور عازل إيزولان وبهذا ننهي تمالي صفحة 87 أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الثاني والتي هي ظاهرة أمامكم في البلايليست نلتقي في الصفحة 88 إلى اللقاء